أكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري كان هو البطل والمعلم الذي واجه الصعاب والتحديات ووجه الرئيس السيسي تحية إعزاز إلى رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان ووجه التحية أيضا إلى كل علماء مصر ومعلميها وعمالها وفلحيها ومثقفيها وإعلاميها ولقد كان الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات لذا فإنني أوجه كل تقدير وامتنان لكل أم مصرية وزوجة وابنة قدمت الأب والأخ والزوج والابن شهيدا كي يتهب لنا الأمان والوطن وتحية إعزازا لرجال القوات المسلحة المصرية وتحية إعزازا لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان وتحية لكل علماء مصر ومعلميها وعمالها وفلاحيها ومثقفيها وإعلاميها كل في موقعه كان بطلا من أبطال هذا العقد الفريد